لأن واقع الحال وما تأشبه هي خصدفت حقيقة خصدفت لأن من لي أعطني الأستاذ الإحصائيات وكل شيء نتكلم معها لديه إحصائيات ولكن الغالب أن النساء هن اللواتي وهذه معروفة عندنا في المجتمع والمحاكيم وما يقع في العائلات ونحن في مجتمع مغربي وما يمر في العقود ديال الهيبات وتحفظ يدل على أن المجتمع كيعيش وحد الخوف من أن اللي عنده البنات كيتحرموا كينحيف ضدهم وكينتميز ضدهم وكينظلم ضدهم دونك كيف كيتم الناس أنهم كيحتالوا على وحد المنظومة اللي كيعتبرها أستاذ من المقويمات ديال أننا مسلمين ولا مش مسلمين بالنسبة لي ما يقيمني مسلمة ولا غير مسلمة هو الأركان الخمسة العبادات الأركان الخمسة الشهادات دونك كل ما يتعلق ما يتبت إيماني وما يتبت تشبتي بوحدة نية الله دونك من داخل ملة ديالإسلام أتكلم أتكلم بأن الأساسي في الدين الحنيف هو كيف نحافظ على أننا نضرق علينا ونزول علينا كل ما هو ظلم كل ما هو تعسف كل ما هو تمييز ممكن شو نقوله الظلم تعسف والإرت في القرآن موزع مش على أساس المساوة ولكن موزع على أساس العدالة العدالة ما تريناه عدالة مش أنا أراها أنا كأقول لك الأفكار لك أنا أنا غدين نقلع لك هذه القراءة هذه قراءة متعددة من الفقه هذا الفقه هذا اللي جاء بهذا العدال كان عاديل في وحد الوقت معين معا نقول لك ما كانش عاديل في صيق تاريخي معين للمرأة كانت تورد القرآن لكل زمان ومكان في العبادات في التعاملات راه أنا أعطيتني أستاذ قلت له البنوك وقل للبنوك التشاركية بعد بنت البنوك التشاركية نظام اقتصادي ديال دول إسلامية كله مبني على دونك والأشياء جد متعددة الأمثلة جد متعددة في مجال التعاملات اللي جوزنا فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة